اشتركوا في القناة المؤسسات العامة في المغرب في الأولى الأخيرة هذه اللي لكيف قلنا نتحدثه إن شاء الله حول النسب المشاهدة الكارثية الغير مسبوقة اللي علنت عنها ماروك ميتري وهي مؤسسة تقيس نسب مشاهدة قنوات القطب العمومي وتكشف أحسن نسب أو أدنى النسب وشنه برامج ونشرات الأخبار اللي عليها إقبال من طرف المشاهدين قلنا في البداية لأنه لهم تحدثوا عن هذا الموضوع وبالأساس اللي نتحدثوا عن تقسيمات في أي تلفزيون اللي تأدي إلى حيازة نسب مشاهدة عالية وخاصة في القنوات الوطنية اللي مفتوحة على الأخبار والبرامج والدراما والرسم متحركة ويعني مجموعة من المواد اللي ضرورية تكون حاضرة في تلفزة وطنية بخلاف مثلا قناة إخبارية اللي مختصة فقط في الأخبار نبدأ من الأخبار واللي نحمل فيها المسؤولية الكاملة للديكتاتور فيصل العريشي اللي يعين على رأس المديرية ويقيل على رأس المديرية أو يسمح ببقاء مسؤول في المديرية حتى وإن كان فاشل في المهام على اعتبار أنه حتى هو أيضا فاشل في المهام وفبالتأكيد أنه ما يمكن يغير شخص حتى هو فاشل كيفه مديرية الأخبار بتوليت بفاطمة الباروضي في 2011 تعينت هذه السيدة وأول ما تعينت قامت بمجموعة من التغييرات في مديرية الأخبار من أجل باش تعدل بصمتها في الأخبار لكن حينما يكون المسؤول ضعيف ويكون ما عنده رصيد مهاني فبالتأكيد ما يمكن ينتج إلا الضعف وما يمكن إلا ينتج عدم المهانية فنشرات الأخبار تعتمد عليهم القناة الأولى جدا في رفع نسب لمشاهدة لأن النشرات الأخبارية حاضرة بشكل يومي وإمكانية الحصول من خلالها على نسب لمشاهدة لفائدة القناة مهم جدا ولكن إذا ما كان فعلا المسؤول في المستوى فإنه لن ينتج إلا الرداء أي هيئة أخبار أغرقت بأصحاب النفوذ وبالمقربين وبالأشخاص اللي ما عندهم كفاءة فالنتيجة دائما تأتي سفر هيئة الأخبار بمجرد مجيء فاطمة البارودي حدث فيها تغييرات كبيرة وقربت منها فقط الأشخاص اللي يعني يخدموا مصالحها هي الذاتية أو يسمعوا لها بشكل أعمى وما يمكن يقولوا لا لأي قرار تستروا فاطمة البارودي ولذلك حاطت بها مجموعة من الأسماء الأسماء اللي معها في نفس التوجه فاطمة الكثمور، حافظة البوطي، الحسين الحنشاوي، سعودي خشون، سكين عليتو، يعني مجموعة من الأسماء وحدين ما استحضرت أسمهم الآن وكونت فريق يشتغل تحت إمرتها بتعليمات منها وهذه التعليمات هي تعليمات خاطئة للنجاية من مسؤول فاشل مهنيا لما أقع لي طرد التعس في بدون وجه حق وبدون أي قانون في يوم عشرين جوان 2013 اتعرض نشرة الأخبار الرئيسية اللي هي رافض مهم في نسب المشاهدة واللي كانت قبل هذه الفترة يمكن تصل نسب المشاهدة حسب ماروك ميتري إلى أربعة ملايين مشاهد بينما اليوم كيف أو حسب الإحصائيات الصادرة عن ماروك ميتري مليون وثلاثة وخمسين ألف يعني من أربعة ملايين إلى مليون وثلاثة وخمسين ألف يعني تقريباً أثلاثة اللي ضعوا من المشاهدين بسبب ماذا؟ بسبب التهور بسبب ديكتاتورية المسؤولة فلما أقع لي طرد في جوان 2013 وكنا نحن ثلاثة زملاء نقدموا النشرة الرئيسية بقوا سيدتين في النشرة الرئيسية فكانت مضطرة تبحث عن رجل بالنسبة لي رجل يجي لتقديم النشرة بحثت في محيطها ولقات كاين عبد الحي البقالي أو عبد الحي حلمي اللي عنده مكانته المهنية واللي حالياً يشتغل مراسل لقناة الحرة في المغرب هو كان عند ذاك يشتغل فيه التحرير وبغم أنه كان تعطيه كيف نقوله احنا المواضيع الكاملوت يعني آخر مواضيع أو المواضيع التافهة بين القوسين والنسبة لي ما كان موضوع تافهة وغير تافه ولكن موضوع صحفي جيد يمشي الموضوع جيد بش يجد يبدع فيه ويجد يأمنه وموضوع أيضاً ما فيه حساسية كبيرة أو لا يتطلب مهنية كبيرة ممكن يمشي له صحفي آخر وذي التصنيفات خالقة وما يحددها فقط المسؤول يحددها حتى الصحفي بنفسه يعني خارج اللي يتطور خارج اللي يتخلف في 2004 وما زال اليومين هذا في مكانه وما تطور لأنه ما عنده الإرادة بش يطور فعبد الحي حلمي قاد نشرات الرئيسية بعد انقطاع كبير يمكن حوالي نقول حوالي ست سنوات أو سبع سنوات عن عدم تقديم النشرات في القناة الأولى رجع وشابته فاطمة البارودي من أجل ملء هذا الفراغ في النشرات الأخبار هي قالت بعد ذلك قالت يعني تصف عبد الحي حلمي بعد ما قالوا لها أو بعد ما سولتهم هي قالت لهم كيف جاكم هذا الموذيع الجديد قالت لهم ضريف ويسمع يعني بالنسبة لها هي الشرطين الأساسيين من أجل تقديم الأخبار هي يعود ضريف ويعود يسمع كلامها بحذافره عبد الحي حلمي ما قضى فترة بسيطة جدا وفهم الرسالة وعرف بأنه ما كان مع من يشتغل وفاطمة البارودي أنا آخر مسؤولة يمكن يشتغل معها الإنسان في مدينة الأخبار وأغادر تقديم نشرات الأخبار نظرت أيضا في محيطها فظهر لها تجيب مراسل القناة في مراكش قيس محسن وقاتلوا مباشرة جيت قدم النشرة الرئيسية هو قبل ما يقدم الآن النشرة ما كان يقدم أي نشرة إخبارية كان فقط مراسل في مراكش فجابته جابته هو حتى هو خدم عذكي ما قالها لا وبدأت معها إجراءات الانتقال ولما انتقل للرباط قالها أنا ما يمكن نجي نقدم النشرة الرئيسية فبين اللحظة والحين خصني نبدأ بنى النشرة الأخبار الأخيرة منتصف الليل أو ما بعد منتصف الليل ومبعده لتطورت شوي نمشي للظاهرة ومبعد هنا نمشي للرئيسية ولكن باش نجي مباشرة للرئيسية إذا أنت كيف تقدميني لعملية انتحار فجاء قيس محسن وبدأ في النشرة الأخيرة ومبعدها الظاهرة ومبعدها النشرة الرئيسية نظرت أيضا في محيطها وجابت محمد ريد الأبيدي وعادوا أربعة مقدمين ومقدمات النشرة الرئيسية ونركز على النشرة الرئيسية كيف قلت لكم لأنها هي اللي تشتغل عليها أي قناة كيف مثلا الجزائر أو الجزائرية الثالثة أو في تونس أو هناك نشرة رئيسية أي مشاهد من هذا الوطن يخصوا يتعلق بها ويخصوا يبحث عن المعلومة الوطنية فيها أما الدولية هناك قنوات أخرى دولية ممكن تعطي أخبار فاللي حدث هو أنه بعد كل هذه التغييرات بقيت نسب المشاهدة متدنية جدا وبدأت ذلك العصابة اللي نسميها عصابة اللي فيها فاطمة البارضي فيها إدريس الإدريس المدير ديوان المقال مؤخرا وفيها بعض الأطراف في الإدارة هذو كاملين يخطوا ويبحثوا عن هذه الورطة اللي دخلوا فيها منذ 2013 وما قدوا يخرجوا منها خصوصا مع الضغط الإعلامي اللي مارستوا رادي نيوز وما مارستوا المواقع الإلكترونية اللي كانت دائما تنقل أخبار الشركة الوطنية اللي ذهب وتلفزها فوقع إحراج واستمر البحث عن الحل والمخرج فاهتدت فاطمة البارضي إلى فكرة الإتيان بأسماء جديدة إلى مديرية الأخبار ممكن تكون ما قد مارست العمل الصحفي في الإذاعة والتلفزة والتاريخ يسجل أن الناس اللي نجحوا في الإذاعة والتلفزة ما هو بالضرورة جاءوا من معاهد الصحافة غالبيتهم جاءوا من الجامعة وكانت عندهم قاعدة أساسية أو معطى أساسي اللي هو الموهبة لأن مضيع الأخبار أو مضيعة الأخبار إذا ما كان عنده موهبة وقبول لدى المشاهدين وخير يعد عنده ديبلوم في البي بي سي والله ديبلوم منعف من أي معهد في العالم فلن يستطيع النفاذ إلى قلوب المشاهدين ولا تقديم الأخبار بشكل جيد إلى المشاهدين فقامت فاطمة البارودي في فترة من الفترات بعد 2013 بالمقايضة مع مسؤول في الحرس الملكي مسؤول في الحرس مسؤول كبير في الحرس الملكي هذا المسؤول في الحرس الملكي خدم بنت فاطمة البارودي اللي آبوها ومحمد الداودي اللي هو مدير عنشطة الملكية هو خدم بنتها في الحرس الملكي وهو قدم منته كذلك أو بنته إلى فاطمة البارودي من أجل أنها تشتغل صحفية في مديرية الأخبار هذا شيء كامل بالاتفاق طبعا مع فيصل عريشي لأنه مكان حد يتوظف في الإذاعة أو ترفزها دون موافقة فيصل عريشي أو مسؤوليته حتى إذا ما كان عالم فهي مسؤوليته ولكن كيف فاطمة البارودي هذه المديرة الغبية اللي بغادت الناس يصبحوا ناجحين بدون ما يعد عندهم القوة المهنية وما تعد عندهم تجربة مهنية وما يعد مارس ومجموعة من الأعمال والتقارير والرابورتاجات فما يمكن إنسان تجيبه من الشارع ويصبح يقدم النشرة الأخبار فهذا اللي كانت ليتعدل معه ابنة هذا المسؤول الكبير في الحرس الملكي ولولا أنه أنكتبنا مقال صحفي فضحنا فيه هذا الموضوع لما كانت تراجعت عن وضع هذه الفتاة ضمن قائمة مقدمات الأخبار فاطمة البارودي ما اللي تم تبحث تبحث عن أي طريقة ممكن تبحي بيها ذاك الصورة القديمة يعني نشارات الأخبار ببلاطو الكائيب بالإلباس المذيعين ومن بعد ممكن نفتحه قوس في موضوع الإلباس المذيعين ومنين كانوا يلبسوا فاهتادت أيضا نفقة هذه العصابة اللي هي في الإطارة واللي في رئاسة القطب إلى تغيير الديكور وأنه إذا غير الديكور اللي ينمح الصورة القديمة ونجيبه صورة جديدة والمشاهد له يتعود على هاي الصورة الجديدة والله يرجع ترجع ثقة إلى نشرات الأخبار والله ينحق نسب المشاهدة والله ينكذب كل ما ينقال عنا وينتشر عنا بأننا فاشلين في تدبير مديرية الأخبار ولذلك قاموا وأنجزوا ديكور أخبار بما يناهز مليار سنتيم ديكور أخبار بما يناهز مليار سنتيم في الوقت الذي يجوع فيه محمد راضي الليلي ويجوع فيه أطفال محمد راضي الليلي ويباع منزل محمد راضي الليلي في المزاد العلني وفي الوقت الذي يحرم من راتبه للسنة الخامسة على التوالي ويحرم من قرار شركة ومن الأسباب القانونية التي أدت إلى طرده من الإذاعة وترفزة ودفعه للجوء في دولة أخرى وتبعيات ذلك المستقبلية فيصل عليه شيء مستعد أنه يقدم مليار سنتيم من أجل تغيير ديكور وهذا قمة التمييز العنصري ضد الصحراويين والتاريخ سيسجل هذا الأمر سيسجل هذا الأمر بأن فيصل عريشيمو يميز الصحراويين عن غير الصحراويين شاء من شاء وأبا من أبا فقاموا بدلوا الديكور أو وجدوا الديكور تأخروا فيه من حرقة حوالي 80 شاشة في الستوديو الجديد بالرغم أنه من الملاحظات التي كنت نقول دائما أنه حينما تضع ديكور الأخبار في الكاف لأن اليوم ديكور الأخبار موضوع في الكاف ما هو موضوع على سطح الأرض موضوع تحت سطح الأرض وحينما تقدم نشرة الأخبار تحت سطح الأرض طريقة التنفس تختلف انسجامك مع تقديم الأخبار يختلف نفسيتك تختلف يعني حتى أنك تحس بمتعود في مكان فيه طبيعة وفيه أشجار وفيه زجاج وفيه شيء ينشاف ما هو كيفي لكنت في الكاف وتقدم الأخبار في الكاف وانت كموضوع الأخبار تبدل لباسك في الطوالات قبل تقديم النشرة تمشي تبدل لباسك في الطوالات هذه القناة الأولى وهذه المعطيات كشفت عنها صحفية سابقة وتعرضت لماذا تعرضت له ولا زالة لحصار مستمر عليه اليومين هذا لأنها قالت الحقيقة أنه موضوعي الأخبار كانوا يبدلوا لباسك في الطوالات حتى منين قامت هذه الضجة كاملة على موضوع منين يقدموا أو منين يبدلوا المذيعين لباسهم قامت الشركة وغيرت بلاستيك في الطوالات اللي يبدلوا فيها الباسهم فالإلباس شيء آخر وش يستفيد منه المسؤولين من الإلباس لأن مدير ديوان فيصل عريشي اللي أقيل معخرا خليلته أو صديقته في الإذاعة والتلفز اللي هي سلوى قبيل واللي هي رئيسة مصلحة بعيدة عن ظهور في الأماكن العامة كانت تستفيد من الإلباس إلى جانب الصحفيين والمصاورين الصحفيين اللي كانوا يستفيدون من الإلباس والإلباس بشيفهم بعض المشاهدين اللي مع عندهم ثقافة تلفزية هو أن المذيعين في التلفزيون المغربي عندهم لباس من أجل تقديم النشرات الإخبارية أحيانا يبدل في ثلاث شهر أحيانا في ست شهر أحيانا أكثر في غرافات وفاست ودي شميز وهذا الإلباس خاصه ينشره من مركات عالمية من أجل بشيء يظهر المذيع بشكل جيد لأنه حينما تظهر مثلا في التلفزيون المغربي فأنت لا تمثل نفسك أنت تمثل المغرب حينما تظهر في التلفزيون الجزائري فأنت لا تمثل نفسك فإنما تمثل الجزائر فلذلك المظهر والمشهد مهم جدا من أجل إظهار قوة الدولة ومكانة الدولة على المستوى العالمي هذا اللي ما يعرفوا لا فيصل عريشي ولا ذوك اللي عينوا فيصل عريشي على رأس التلفزيون فاستمرت هوها استمرت نسب لمشاهدة في التدني لدرجة أنه حتى فيصل عريشي لا يتواصل معها مباشرة فعادي يتواصل مع نائبها أويسيد الإدريسي فانقطع هون حبل التواصل وبدأت هذه الشبكة تختل لأنها تضع خطة هي تفكر بشكل جماعي وتوضع الخطط بشكل جماعي ولكن ما تحقق نتائج لأنها مبنية على الانتقام لأن هذه الخطط مبنية على الانتقام ومبنية على محاربة الوهم محاربة شخص يقول الحقيقة لأنه حينما بدين المعركة في 2013 وبدين نكشف ما كان في الإذاعة وتلفزة عادوا هون يفعلون فقط رضود فعل تجاه ما ينشر ولكن احنا نقول الحقيقة وهما يقولوا الكذب ويصنعوا الكذب وينمقوا الكذب وفي النهاية لا يحصلون على نتيجة وبدأت نسب المشاهدة متدنية واعتقد لبعض أنه أنه حينما تقعد بهذه الطريقة في نشرات الأخبار أنك قنعت الناس بأنك فعلا صحفي مميز أو مذيع مميز بغض النظر عن ما فعلته في نادي الموذن في وقت من الأوقات حينما طردتها لمدة شهر وتكتمت نادي الموذن عن الخبر حتى وصلني وانشارنا الخبر وعادت فاطمة البارودي محرجة يا إما أنها تخلي نادي الموذن مبعدة من مقدمات الأخبار وهذا تأكيد للخبر لإنشارنا وإما ترجعها وليتعود هي انكسرة أمام فضح نحن لهذا الموضوع فاختارت الحل الثاني ورجعت نادي الموذن إلى نشرة الأخبار وليت أن تقدم النشرة فهذا الخليط كامل من السنوات ومن المحابات كيفما قامت فاطمة البارودي بمحابات نقابي كبير في عالم الصحافة بأن حاولت تدخل خليلته أيضا إلى قائمة الصحفيات بمديرية الأخبار ولولا أنه نكشفنا الموضوع في الوقت المناسب لكانت هذه السيدة اللي ممكن عندها فقط الباكالوريا جاية باشتعود صحفية في مديرية الأخبار هذا الارتباك هو اللي اعطى اليوم نسب المشاهد المتذنية هو اللي اعطى مليون وثلاثة وخمسين ألف كمشاهد اللي نشرت يوم واحد شتنبير ألفين وثبتعش يعني من بين ألفين وثلاثة عش إلى يوم إلى يوم من هذا فقدت ما يزيد عن فلت ملايين مشاهد ما نقول بأنني أنا اللي كنت نحقق هذه النسبة المشاهدة لأنني أنا فقط شخص ضعيف جدا يعني مستوية لا ما هو لا عالمي ولا أنا إنسان بسيط جدا كنت نأدي دور كان فعلا هذا الدور نأديه بحرارة وبإخلاص وبصدق ولذلك كانت نسب المشاهدة عن طريق ماركو ميتري دال على هذه العلاقة اللي نتكلم عليها أما أما اللي نصنع في الكواليس واللي وعدل في الكواليس واللي يبتنى بالكولسة ما يعطي أي نتيجة وليوم كيف قلت لكم لأنه أحسن النسب المشاهدة المتدنية اللي لحقة 6.2 بالنسبة للقناة الأولى ككل فهذا يعني صدمة بالنسبة للفيسال من الأخبار نمشو للبرامج الحوارية والبرامج الحوارية هي أيضا امتداد لمديرية الأخبار وإن كان عندها شخص مكلف بها يمكن الآن ينتقضى 42 ألف درهم على تدبير برنامجين من البرامج الحوارية وقضايا وارا وضيف الأولى فقضايا وارا اللي فيه الزميل عبد الرحمن العدوي واللي أنا بالنسبة لي شخصيا ما نرضى أنه عبد الرحمن العدوي نهي مساره الإعلامي بهذه الطريقة في هذا البرنامج لماذا؟ لأنه عبد الرحمن العدوي كان قامة كبيرة في قناة دولية كبيرة وجاء أسس إذاعة أو جموعة إذاعة FM في المغرب فكان عليه حافظة على هذه الصورة وما يدخل لهذا البرنامج اللي ينزل فيه المستوى النقاش ومستوى المشاهدة إلى مستويات متدنية ضيف الأولى معروف كيف صنع البرنامج ومن يقدم البرنامج وكيف تم الإتيان بهذا الصحفي ليقدم البرنامج لأنه تم الإتيان بالصحفي وصني عليه برنامج على المقاس وهناك معلومات تقول بأن هذا الصحفي اللي قدم هذا البرنامج بعد بعد ما انتقد شركة العريشي في اليوتيوب في أحد حلقاته أنه تم الاتصال به من طرف المخابرات العسكرية الأجد اللي فيصل عليه حصل على 400 مليون سنتيم من جهاز معين من جهاز بخبرات معين من أجل الدخول إلى الإذاعة والتلفزة واشترا بها شقة في محجز الرياض في الرباط سرى منها شقة 240 مليون سنتيم ويقدم البرنامج ولا زال مستمر في تقديم البرنامج إلا أن يصدر بيان من الشركة يوقف هذا البرنامج لأن هناك أقاول تقول بأنه سيتوقف البرنامج لكن هل هذا تلفزيون اللي يشتغل بهذه الضبابية ما عنده لا لا مخطط برامج لا أعرف كيف يدير هناك قطائع بين الرئاسة وبين المديريات المديرين الفاشلين مستمرين والرئيس المدير العام حتى هو أفشل منهم ومستمر في إدارة هذه المؤسسة الفاشلة اللي ناجحين فيه فقط هو كيف سرقة المال العام وكيف وضع الحواجز والبيبان والكاميرات هذا هو اللي ناجحين فيه بعد البرامج الحوارية اللي حتى هي ما استطعت أنها تحقق أحسن نسب المشاهدة بالنسبة للقناة ويعامل رافض رئيسي في الحصول على النسب المشاهدة هناك البرامج الأخرى أو الدراما اللي فيها مثلا برنامج مداولة وبرنامج للا العروسة اللي حتى هو يعني رغم خطورته الثقافية على المشاهد وعلى قيم المجتمع المغربي فهو راه نعليه أيضا في رفع نسب المشاهدة لكن إذا قارننا أو قمنا بمقارنة بسيطة بين القناة الثانية والقناة الأولى لسيرهم رئيس واحد اللي هو فيصل عريشي إنهما الناس كينة لما يعرف بأن فيصل عريشي يتحكم في القناة الأولى وفي القناة الثانية وفي القناة الرابعة وفي القناة الخامسة وفي القناة العيون وفي الإذاعة الجهوية في المغرب يعني هذا كامل تحت سيطرة فيصل عريشي ولو كان ما هو عضو للمخابرات المغربية ما يمكن يكون حارس على الإعلام السمع البصري كامل بتركيبته هذه المختلفة فالبرامج أو الدراما اللي اشتغلوا عليها أو اشتغلوا عليها من أجل باش يرفعوا نسب المشاهدة نجد أيضا علامات استفهام مثلا برنامج 45 دقيقة اللي كان فيصل عريشي نقوله احنا يكسر به القرقعة يعني يتكلم به ويعطي به الأمثلة بأنه أحسن نسب المشاهدة هذا خمسة واربعين دقيقة معروف الشركة اللي معطيلة ومعروف بأن أصحاب هذه الشركة اللي من ضمنهم واحد ابن جنرال معروف كيف فيصل عليه شيء مرر لصفقاتهم خليلوا برنامج طيلة هذه الفترة برنامج مداولة أيضا هناك علامة استفهام حوله لتقول أنه من كانت مكلفة بالبرنامج كانت هي الوسيلة اللي يستعملها فيصل عريشي للنفاذ إلى الملفات المعروضة ضده في القضاء والحصول فيها على نتائج إيجابية لصالحه حتى وإن كان خصوم فيها مضرومين وذلك في المقابل بقاء برنامجها ضمن شبكة البرامج حتى نحذف مؤخرا هذه هذه المافيا اللي تشتغل في الإذاعة والتلفزة هل يصدق عاقل أنه هاي لمافيا تخدم بعيدا عن لمافيا اللي أكبر من ذلك لا أعتقد لأنه الإذاعة والتلفزة مؤسسة حساسة جدا ومسيرة عن قرب وتحت الأعين ولا يمكن أن تحدث فيها هذه الاختلالات دون أن تكون هذه الأجهزة اللي هي مراقبة سواء عن بعد أو عن قرب عندها يد في حماية من يستمر في إفساد هذه الشركة ومن خلالها إفساد الإعلام المغربي لأن الإعلام العمومي المغربي اليوم في لحظة وفاة في لحظة وفاة إذا كان فيصل عريشي إعتقد بأنه يرأس القطب الإعلامي العمومي فنقوله بأنك أنت ترأس مؤسسة ميتة لا تنتج أي شيء ومن الأفضل لك أنك تقدم استقالتك وتمشي بما تبقى لك من الشرف لأن بقاءك ثانية على رأس هذا الموقع على رأس هذا المؤسسة هو تأكيد على أنك أنت ما تحشم لأن أية نتائج الآن تقدم تبعد من 1999 إلى 2017 هذا حينما تقولها في البلدان الديمقراطية يستهزئوا يقول لك كيف مسؤول استمر منذ 1999 إلى 2017 والميدان اللي يشرف عليه ميدان حساس ومهم جدا يقدم في المعارك الدولية يقدم هو اللول قبل معارك السلاح لأن معركة الإعلام لما استطعت أن تتنجح فيها هي المعركة اللي خاصة تقدم القدام هي اللولة اللي خاصة عدل سابق السلاح والاقتصاد فواقع بس بئيس يعيشوا تعيشوا الإذاعة والتلفزة ويعيشوه العاملين في الإذاعة والتلفزة وإحنا كان عندنا الشرف أننا نكشفوه وانأكد لك أنه يا فيصل عليش اللي تعيش حالة عصبية كبيرة في الفترة الأخيرة حسب المعلومات الواردة من فهم ونظرة الناس لك داخل إذاعة والتلفزة كانت لآن أصبحت شيء واقعي بعد ما كان ولا واحد يجد يتكلم يشوف فيك أو يتكلم معك اليوم أصبحت في وضع لا تحسد عليه داخل الإذاعة والتلفزة وأصبحت في وضع لا تحسد عليه حتى مع في التظاهرات اللي تحضرها واللي تحاولت من خلالها تظهر بأنك إنسان مرتاح ولا 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 صيب أي شيء ولا واقع له أي شيء بينما أنت تعيش أيام صعبة نعرف أنك تعيش أيام صعبة ولكن بسبب ماذا؟ بسبب أنك إنسان احتقار يحتقر الناس ويميز الناس ويتعالى على الناس ويستخف بولاد الناس وممكن يقتل من أجل أن لا يعطي للناس حقوق فاليوم تسير إلى الهاوية المؤسسة تسير إلى الهاوية وهذه الفيديوهات مشاهدة جدا داخل الإذاعة والتلفزة مشاهدة جدا وتؤثر كثيرا على على توجه الأشخاص في الإذاعة والتلفزة وعطاتهم يعني العزيمة من أجل فضح ما يجري في الإذاعة والتلفزة بعد ما كانوا ساكتين وإحنا سنستمر الله ينستمر كل الملفات الحساسة وكل الخبايا اللي تحاول أنك تتغطي عليها حنا اللي نجبدوها ولين نعطوها للرأي لها مجانا لا نريد منهم جزاء ولا شكور فقط حتى يسجل التاريخ بأنك حقرت وحد الإنسان وحاولت أنك تؤذي أطفاله وأسرته والدمر مستقبله ولكن الأيام أثبتت أنه لا لعمر عندك ولا رزق عندك أو رزق عندك أنت أنت الذي ستدمر وأنت شوف حالتك شوف كيف كنت وشوف كيف أصبحت شوف كان شكلك شنه وشوف اليوم شنه شكلك مع المراض اللي فيك الله يشافيك لكن فيك أمراض أخرى أمراض أخرى يلخصك تعالج أما الأمراض العضوية فذلك سهل سهل علاجة لكن الأمراض مرتبطة بالغرور وبالنرجسية وبالاعتزاز بالذات وباستعمال استعمال الوسائل القذرة في المعارك واستعمال المال وشراء الصحفيين وشراء الجواسيس واحتقار السائقين أو استعمالهم في الدسائس هذا كله نهايته معروفة نهايته كيف ماذا نهايته كيف ما فعلته في مديرية الأخبار وكيف ما حاولت أنكم تغيروا المعطيات وتغيروا الخطة وتغيروا الأشخاص ولكن دائما تحصدون الفشل سفر 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 الأصفار تحصدون نحن اليوم بتليفون ممكن أننا ندخلوا عندك إلى بيتك وأنا متأكد أنك هتشاهد ومتأكد أنه حتى محمد لغلاف الداه يشاهد ومتأكد أنه مجموعة من الأسماء لا الأشباح ولا غير الأشباح في الإذاعة والتلفزة يشاهدوا هذه الفيديوهات لأنهم عارفين بأنه لا يجي نوبتهم بأن كم من شخص في الإذاعة والتلفزة يعرف بأنه واصل هذا المنصب بدون وجه حق ويتمنى أنه ما ينذكر في هذه الفيديوهات فأنا الحمد لله يعني مستمر في معركتي ونبغي نأكد لك أنه حتى ذوك الأشخاص اللي ترسلهم باش يكتبوا تعاليق كيف هذا اللي اسمه نوار ميل والله واللي نتمنى أنه يعود هو جريء ويظهر شخصه أو يدير فيديو يكو عنده معطيات عن حياتي أنا الشخصية وعني نستحي أن نقول هذا الكلام اللي كاتب هو نتمنى أنه يعد الفيديو ويشرح فيه هذه الأشياء كاملة ويوضح على الناس أما استعمال العبارات البعوضة وعلى جلد البغال وهذه كلمات لا تعبر إلا عن صاحبها تعبر بأنه ينتمي لوسط ثقافي بسيط حتى وين كان مسؤول في الإذاعة وتلفزها وتبين بأنه حقود لأنه كل مرة يربط لأنه لا أعرف أي موضوع هل مهل الشخصي أم هل المهني بأنك لم تكن كذا وبأنك لم تكن مهنيا وأنا ما نحتاج لا منك أنت تأكيد ولا من غيرك لأن المشاهد البسيط شاهد على مهنية من وعارف الأشخاص اللي ما هم مهنيين وعارف لمن يعطي اهتمامه وقلبه وعارف أيضا لمن يحرمه فلا تعتقد أنه بإمكان كتاباتك هذه تأثر فينا أو ولو يعني تكحزنا ولا قيد أنملا عن المصار اللي بدأناه وأنا جايك إن شاء الله فيديوك الخاص ومصارك في الإذاعة والترفزة وكيف وصلت إلى المسؤولية وكيف بعت أصدقائك في النقابة وكيف ضحكت على كثير من زميلاتك في الإذاعة والترفزة أنا جايك إن شاء الله فيديوك سيكون إن شاء الله حتى هو فيه المعطيات أتمنى إن شاء الله نكون أجبت على بعض من انتظاراتكم من خلال هذا الفيديو اللي هو سلسلة كيف قلنا من سلسلة مجموعة من الفيديوهات اللي ستستمر إن شاء الله لفضح ما يزري في الإذاعة والترفزة لكشف هذه القضية لأنها بالمناسبة هي ليست قضية مهنية اللي يبسطها ويجعلها قضية مهنية هذا إنسان لا يفهم الوقاعة لأن أنا خمس سنوات وأنا الدولة المغربية بأجهزتها من ألفها إلى يائها من ملكها إلى أصغر موظف في المغرب لم ينظر إلى معاناتي ولم يتفعل مع شكاياتي وهو الذي دفعني دفعا إلى اللجوء إلى فرنسا فلذلك الموضوع ليس مهنيا الموضوع مهني وسياسي وفيه تمييز عنصري كبير والتاريخ سيسجل من سيتصر في النهاية شكرا 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 لكم على المتابعة وللتكم طيبة بحول الله شكرا شكرا